بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منهج النحو العربي المستوى الأول معكم دكتور حنفي أحمد بدوي من جامعة الملك خالد كلية العلوم الإنسانية قسم اللغة العربية على بركة الله نبدأ موضوعات النحو لهذا المستوى تشمل مقدمة عن مؤلف الكتاب الذي سنشرح منه المنهج ثم الحديث عن نشأة النحو العربي وعن أهم المدارس النحوية في علوم اللغة وعلوم النحو ثم ندخل إلى الكلام وما يتألف منه ثم باب المعرب والمبني وأنواع الإعراب وأنواع البناء إلى غير ذلك ثم النكرة والمعرفة ما هي النكرة وما هي المعرفة وأقصى من المعارف ما نتعرف عليه في حينه نبدأ بالحديث عن مؤلف الكتاب وما هو الكتاب الذي سنشرح منه من أين ندرس مفردات المنهج؟ ندرسها من كتاب يسمى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري المصري أنت يا استاذنا تتحدث وتقول أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك فما هي الألفية؟ ومن هو ابن مالك؟ وبما تميزت هذه الألفية؟ وهل هناك شراح لها غير ابن هشام؟ أقول من شراحها ابن عقيل من أشهر شراحها ابن عقيل وأيضا ابن هشام فمن هو ابن عقيل؟ ومن هي أو ما هي الألفية؟ الألفية هي منظومة شعرية من بحر الرجز من بحر الرجز تقع في نحو ألف بيت من الشعر تتناول قواعد النحو والصرف والمسائل المتعلقة بها من خلال نظم مجموعة شعرية لتقربها للمتعلمين نريد الحديث عن تعريف بأهم شراح الألفية ما زلنا نتحدث عن أهم شراحها؟ قلنا من هو ابن مالك؟ أو من هو صاحب الألفية؟ هو ابن مالك من هو ابن مالك؟ هو عبد الله محمد جمال الدين ابن مالك ولد بالأندلس ببلدة تسمى جيان وتوفي بدمشق لماذا سميت هذه الألفية ألفية؟ قلنا لأنه قال في أولها وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية أي هو بدأ في قصيدته ومنظومته الشعرية هذه قاصدا أن يؤلف ألف بيت من الشعر يجمع فيها ويحوي فيها القواعد النحوية لتكون مقربة إلى المتعلمين من أهم شراحها غير بن عقيد منهم ابن هشام الأنصاري ابن هشام الأنصاري المصري الذي هو صاحب كتاب أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك وكذلك قلنا ابن عقيل وابن الناظم كذلك والشاطبي والأشموني والصيوطي وعبد الرحمن المكودي وابن الجزري ترجمة نانسي قنقر